هنضم إلينا من كاليفورنيا دكتور أحمد بنافة أستاذ الهندسة وأمن الشبكات في جامعة سان هوزي أهلا بك دكتور وكيف تؤثر الهجمات الإلكترونية على أداء القطاع الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية وأي أنواع الهجوم هو المستخدم هل هو مجرد إسقاط للخوادم وتعطيل عن العمل أم هي سرقة للمعلومات أو اختطاف كما قال التقرير السابق في إطار الرانسوموير أو برامج اختطاف المعلومات وتشفرها لحين دفع الفيديا الهجوم الذي التقرير تكلم عنه هو رقم 157 في أمريكا هذه السنة فقط نحن نتكلم على شهر أغسطس يعني شهر ثمانية وإلى الآن 157 حجمة إلى الآن خسائر المستشفيات وصلت إلى 450 مليون دولار منها الفيديا اللي دفعوها وأيضا الدخل اللي خسروه بسبب المستشفيات هذه توقفت عن العمل الشيء الشائع اللي هو الهجوم الشائع من ناحية الهجوم السبراني اللي هو الرانسوموير اللي هو الفيديا بحيث أنهم يدخلوا على واحد من البرامج واحد من الكمبيوترات وتحصل عملية تنزيل لفيروس أو برنامج فيعمل تشفير لكل الكمبيوترات ويصبح ويصبح وهم رهينة لهذا الشخص بأنه لازم يديهم الكود حتى يعني يزيلوا هذه الشفرة ما يديهم الكود هذا إلا إذا أرسلوا له بيتكوين اللي هي العملة الرقمية هذه على أساس أنه يحصل على شيء مقابل مقابل الديكريبشن أو الكود هذا وهذه من عيوب العملات المشفرة أنه لا يمكن تتبعها هذا الهجوم معروف من فترة الرانسوموير ليس بجديد ما الذي أظهره على السطح بهذه الطريقة ولماذا يستهدف المستشفيات تحديدا وما الذي المفترض أن تفعله السلطات الأمريكية أو هل هو المطلوب أن الجميع يجب أن يفهم في التأمين والأمن السيبراني في الفترة القادمة أم ماذا أسئلة مهمة جدا يا أخبادي أسئلة مهمة جدا خلينا بس أشرح لك الوضع ليه الرانسوموير أو الفيديو الآن ظهر قبلة الحياة منحت للهجوم من هذا النوع بوجود العملة الرقمية لأنه ثم تفضلت بيرسلوها ويمكن يصرفها في أي مكان خارج أمريكا مش لازم يكون داخل أمريكا وبعدين إرسالها سهل جدا يعني ياخذ ثواني لأنك تستلم يعني مئة الآلاف من الدولات في البيتكوين أو في العملات الرقمية الأخرى هذه واحدة ثاني شيء الثلاث جهات هي تعرضت لهجوم مستمر في أمريكا بسبب ضعف الاستثمار أو الصرف في حماية الشبكات هذه الأول اللي هي المستشفيات الثاني اللي هي المدارس في أمريكا الثالث اللي هي الجهات الحكومية زي البلديات والمؤسسات الخدمات زي الكهرباء والماء هذول هم ضحايا مستمرين لأنه على الميزانية تبعتهم الحماية للشبكات تعتبر يعني من البند الخامس أو السادس أو أحيانا ما يظهر في الميزانية لبعد فترة بأنهم ما يشوفوا أهميته ويصرفوها على أمور أخرى فهذا السبب أنهم مكشوفين إذن هل هي المشكلة فقط في الميزانية أم هي مشكلة مرحلة جديدة من الوعي تحتم على الجميع معرفة أنواع الهجوم المختلفة وكيفية على الأقل تأمين الأجهزة بشكل صحيح هي مزيج من الاثنين أولا مثل ما تفضلت المباغة لازم تصرف ولازم ينظروا على أن عملية حماية الشبكات هي استثمار مش صرف للأموال بقدر ما أنك أنت تحمي الشبكة أو تحمي المستشفى هذا اللي في كاليفورنيا اللي 16 مستشفى توقفت عن العمل 165 عيادة خارجية توقفت عن العمل هذا رقم واحد رقم اثنين تدريب العاملين لأنه كيف يدخل الهجوم السبراني اللي هو من نوعية الفيديا هذه يدخل عن طريق حاجة اسمها فيشنج إيميل الفيشنج إيميل هو عبارة عن رسالة إلكترونية تستلمها لما تقرأها كأنها جاي من المدير تبعك أو من الشركة أو من البنك أو من جهة أنت تتعامل معه وهيك هذه مجرد إلا تمويه وفيها رابط أو فيها شيء ملحق فلما تضغط على الرابط تنزل الفيروس وبعد كده خلاص ينتشر ما في شيء يوقفه فعملية تدريبهم أنه هذا التعبير المنتبع هنا لأنك قبل ما تنخر على الرابط لازم تفكر هل هذا فعلا رسالة من البنك أو من مديري ثانيا التدريب على أنه إذا شكيت في الشيء سيب الإيميل في حاله لأن هذا المدخل تبعه 90% من الهجوم يتم عن طريق الإيميل أعتقد دي أهم جملة أتكلمنا فيها النهاردة شكرا جزيلا دكتور أحمد بنافع أستاذ الهندسة وأمن الشبكات في جامعة سان هوزي كنت معنا من كاليفورنيا